يقولون أن أنت لما دخلت مجال الدراما كنت تعرف كثير عن الراكورات هل أيضا هذا من خلال متابعتك للأعمال؟ هاي نغزة أم سؤال؟ كيف يعني كيف يعني أنت كنت تعرف كثير؟ نغزة نوعا ما سؤال أنا كنت تعرف كثير عن الراكورات و سؤال شوي يحير لأن أنا أول ما بديت ما عندي خبر عن شيء اسمه راكور أصلا قصلا لما يقولون كلمة راكور كنت أحسن أن يذكره أجنبي ولا يتكلمون عن قطعة معينة ولا يتكلمون عن أنا أكون معي صريحة و كانت أقول راكور راكور أنا أطالع يمين أطالع يسار الراكور الراكور غلط الراكور صح الراكور كنت أسمع كلمة الراكور لكن أسأل عمرك أنا أصد يمين أصد يسار لأن توني بادي في المجال يعني ما عندي علم حتى ما وضوعه الله ميديم توشوت كلوز أمريكانو فكانت كلامهم يعني الله يصلح حالهم إن شاء الله ولا كلمة عربية تنقال في اللوكيشن فأتم أنت دايخ في حالة أنت سويتها أوحا صارت لك مع المخرج المنفل بطال سليمان بطال سليمان نعم هذا في 2008 سووا لي تلفون الساعة 12 في الليل أستاذ أحمد الجسمي الله يتكرر بالخير ومسي عليه نمسي عليه فقال عبد الله بغيتك في عمل في مسلسل ريح الشمال لكن دور شراني حرامي أنا هذي كل يام بطلع حرامي بطلع جسمي بطلع مجرم المهم أن يشتغل في تلفزيون فقلت لي أبشر إن شاء الله على الخشن قال بكرة تصويرك في المكان اللي فلانا إن شاء الله كم مشهد قالوا عشرين مشهدين إن شاء الله قلت طول الليل شو أسوي شو أسوي شو أسوي شو أسوي أول شيء الحلق تقرعت عشان أعطي إحوام مجرم أعطي وكانت تقرع لا لحيا الله رحمني بالحواجب بس موجودة المهم أن الشيء تجهس ما لا تجهس تغراض تجهس جسمه هذا وتحركت أول ما وصلت على موقع التصوير نسيت نعالي أنا مشترين نعالي فقلت ورديت مرة ثانية في السيارة فأنت صل في بطار سليمان اللي هو المخرجة ويصارخ من أمرك ومنه قال لك تحرك وبأي حاجة أنا قلت شو هذا منه صارخ علي وليس صارخ علي شو الموضوع نعالي بثني لا أعرف أنه موضوع في توقيت والتزام ولا عندي علم في هذه الأمور فبنص الدرب قلت لي نزيل حين أي ابن نعالي ولا ما يقال أنت ما دخلك في نعالي قال لك تمثل حافي أرجع الناس واقفينك رجعت في نص الطريقة هنا وأنا بالنعال وصلت مرة ثانية وشفت طبعا الأستاذ سيف الغانم أول من أقف أمام أحاق في مسلسل رسمي وكان مشهد أمام نخلة واقف أن النخلة لازم قاعد ينسوه مؤامرة المهم دخل البس ما تلبس وهم ما أعطونا نفس أول مرة أرى كاميراته الدنيا ونفس هذا الشاري ونفس الجسمه ونفس الكرينات ونفس الدنيا ودخل على الجسمه أنا أحافظ حواري المهم وأقف أمام النخلة وهو عسيل الكاميرا على أنا برع الموضوع وأنا متحمس حتى درطب النخلة كل حين الطيح وحده من قتر قال أبو حبيبي هدي الله يرضى عليك الكاميرا على ربيع أصرها شوي أم بيدي دورك أنت مثل إن شاء الله وهم يقولوا تو شوت ووان شوت فأنا أقول له سيف أقول لي أستاذي أخلك معي شوي أنا وضع صعب شو تو شوت ووان شوت أقمي هالأمور يعلم لي فهو يضحك أقول عبد الله لا أضحكني لأن المشهد مشهد حرامية الآن وإجرام فيه فأنت لا تقعد أنت وين يا أبوك أصلا قلت وين طلعت لنا وين طلعت لنا فبدأت خلص المسلسل على خير أعجب فيه المؤلف كتبوا جزء ثاني عطوني فيه 70 مشهد بعد حرامي تصل بأستاذ أما كنت أستاذي خلاني بتهم حرامي شو عطوني دور كم خلص كتبوا جزء ثالث عطوني 160 مشهد بعد حرامي وبطل بطول الحرامي قلت أحول فتميه ثلاث أو أربع سنوات في بداياتي من 2008 إلى 2012 حرامي